التشاي العراقي يلازم العراقيين من الصباح وحتى وقت متأخر من الليل في الشتاء والصيف وقد دعا صيت ونكهة التشاي العراقي وخلطاته المتميزة وطريقة إعداده على الحطب أو الفحل هذا ما جعل عدد كبير من الخليجيين إلى تجربة التشاي العراقي بالنكهة العراقية الذين إذ انتشرت مقاطع فيديو لمجموعة من الأخوة الخليجيين من الإمارات وقطر والسعودية والكويت وهم في بغداد في زيارة خاصة لمحل أبو سجاد البهادي الذي اشتهر بخلطة شاي عرفت باسم شاي السليمانية إذ ابتكر أبو سجاد خلطة شاي من الهيل والورد المحمد والقهوة وعلى طريقته الخاصة هذا ما دفع الخليجي للذهاب إلى بغداد لشراء التشاي من أبو سجاد كما سنشاهد تحياتي لك إن شاء الله بإذن الله وسولك دعاية ومرحبا نسوالك توم الأمور مياهل букان lotion الكويت إن شاء الله أخوتنا الكويت إن شاء الله إخواتنا الكويت إن شاء الله يعطيك العفettle إvant2 كل مرة نجي البسطة توم favor of that كيل وشاي من أعلق تحياتي إن شاء الله 婆 اللي تعاطيك الأعمار بسم الله الهام مخلوطط إن شاء الله الله يعطيك إن شاء الله الشرفون الله يرحم والدك والإزاك الخير وأنتم هالكرم وهالطيب ماشاء الله. عباس كيف الحال؟ كيف الحال؟ كيف أخبارك؟ متعني لك من الإمارات؟ على الرأس. هي والله. من الإمارات جاي؟ هي والله موصيني على المحل مالك. عمان شو المال تكشبتين؟ هي نعم. تومر أمور إن شاء الله. لطول عباس. عطني نصف مع الورد والهيل. هي. ونصف بدون وردهم. تومر أمور. هنا عباس. موان سلام عليك. تومي. 10晚上. على 55. هذا فيه الورد محمد كامل. هاي. زيان. وراح حسيني أسكر الله ورد محمد ولا بيشه. تمام؟ تمام العباس. الوسائل. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتشجيع السياحة أيضاً ونقل صورة مشرقة ومشرفة وجميلة عن العراقي وأهله ولهم من ذلك كله أن تعود العلاقات العربية العربية من خلال الشاي العراقي أن تعود إلى أفضل مما كانت عليه سابقاً أما تعليقات وردود الأفعال فبالتأكيد ستكون كما ستظهر على الشاشة بعد أن يأذن المخرج علي البحري بذلك إذن علي البحري قال كيو سيظهر التعليق الأول التعليق الأول من أبو مريم يقول هذا عراقي وعطاه هدية وهذا أمر طبيعي الغير طبيعي هو رفض الهدية أو الإصرار على دفع قيمة السلعة البعض لا يفهم من الحياة إلى الماديات ولا يفقه من المعنويات والمحبة ذرة واحدة الفيديو مريح يعكس مدى طيب وكرم ومحبة أهل العراق للجميع التعليق من حافظي يقول ترى الكويتي عارف بوضع العراق لا يمكن إلا ويردها بشي ثاني فهذا الرجال شرى عشر كيلو بحسابه بالإسناب بعد ما عطاه الكيلو هدية تعليق من أبو حمدان يقول أبو حمدان يقول في تعليقه أبو حمدان يوزبير يقول في تعليقه العراقيين مشهود لهم بالكرم ما هي غير بي عليهم وقال صاحب المحل هذه هدية لا ترفض الهدية لكن أرجع الهدية هدية تجمل هذا الصاحب صاحب المحل الخلوق والبشوش والكريم تعليق آخر من عباس ليس عباس مود مود بيفور يقول يا عباس البهادي من هو عباس البهادي لا أعلم هو ربما يجيب على أحد علق اسمه عباس البهادي فيقول حرام عليك وش ذنب اللي ما يقدرون يجون للعراق ها عباس البهادي هو صاحب المحل محل الشاي الذي يبيع خلطة الشاي شاي السليمانية يقول لعباس البهادي صاحب محل الشاي وخاطبه فيقول له يا عباس البهادي حرام عليك وش ذنب اللي ما يقدرون يجون للعراق وميت على أن نجرب الشاي خلطة السليمانية الدرجة الأولى نبي حال إننا أحنا من السعودية ما في توصيل الجواب سيكون قريبا من هذا التعليق الآخر من كرادة منعم يقول في تعليقه ألا من الكويت وجربت خلطة البهادي اللي يسموها السليمانية وجربت خلطة شاي رسول من مطعم رسول بالصدرية الخلطتين روعة تعليق من عدنان الراسي يقول الردود بعضها سيئة ولا يجوز الإساءة بالضن صاحب المحل كريم ويهدي الزوار وجزاه الله خيرا وأكيد من يزوره يشتري منه ويستاهل والله بارك بحلالة إن شاء الله لنا زيارة للعراق وخاصة الموصل نينوان الفيدي يقول في تعليقه مرحبا وين عنوان المحل؟ جايكم من الكويت يا أهلنا بالعراق اللي يعرف العنوان يكتبه وشكرا لكم